بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ما زلنا في حديث البراء ابن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبء ما السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من يقول عبد الرحمن هنا أنس قم اذكرها الأولى عيادة المريض الثانية اتباع الجنائز الثالثة نصر المظلوم الرابعة إبرار المقسم الخامسة تشميت العاطس السادسة إجابة الداعي السابعة رد السلام ها افشاء نعم نعم هنا وإفشاء السلام هذه السبع أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فَمَا هِيَا السَّبْعُ الَّتِي نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ عندك شيء وعن نعم الشرب في آنية الفضة وعن وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج اليوم سنأتي على هذه السبع من كلام الإمام النووي رحمه الله قال الإمام النووي رحمه الله وأما خاتم الذهب وصلنا إلى هنا أو قبل وأما إن شادوا الضالة قال وأما إن شادوا الضالة فهو تعريفها وهو مأمور به وسبق تفصيله في كتاب اللقطة طيب أين إن شاد؟ أمضال هل ورد في الحديث؟ أي الطريق الثانية هو إن شاد الضال لكن هنا وإن شاد الضالة يعني أمر به أو نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضالة الضوال هي الشيء الضائع فمن وجد ضالة ولم يعرفها فهو ضال هكذا جاء في الحديث من وجد ضالة ولم يعرفها فهو ضال حتى يعرفها والضالة يجب أن تعرف سنة أن يعرف الواجد عفاصها ووكاءها وأن يعرفها سنة فإن جاء صاحبها فوجب عليه ردها إليه وإن لم يأتي وإن لم يأتي صاحبها فهو رزق ساقه الله إليه بعد السنة لكن لا يفعل كفعل من كفعل أشعب ماذا فعل أشعب وجد بينارا وذهب واشترى ثوبا وصار ينادي من ضيع ثوبا كيف ما حد ضيع ثوب هذه حيلة وهذا حرام لكن اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة في المكان الذي وجدتها فيه مثلا لو أنه وجد لقطة ها هنا في صنعة وذهب يعرفها في ذمار لا يصلح لا يستقيم أو وجد ضالة في هذا الشارع وذهب يعرفها في باب اليمن ها لا يصلح هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذب سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي يأتي إلى المسجد وينشد ضالته ضيع نقودا أو ضيع شيئا من الأوراق فجاء وقال للإمام أريد أن تخبر الناس أني ضيعت كذا وكذا فهل تنشد ضالته في المسجد لا لا يجوز المساجد لم تبن لهذا بل من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك هكذا قل هكذا هكذا علمنا نبينا وهكذا الذي قام وقال من وجد الجمل الأحمر قال النبي لا ردها الله عليك المساجد لم تبن لهذا لو ضاع ولد في الحارة فهل ينادى بمكبر صوت من المسجد لا هو داخل في إنشاد الضالة لكن ممكن إذا أمكن أن يخرج وأن ينادى في خارج المسجد هذا ممكن والحمد لله هالوسائل الآن موجودة الأقسام وهكذا يعني بعض القنوات والإذاعات فتبقى المساجد على ما هي عليه حتى لا تنتهك حرمتها ضالة مكة من وجد ضالة في مكة في الحرم فإن أخذها وجب عليه أن يعرفها مدى الحياة وإن لم يعرفها أو لم يستطع أن يعرفها فلا يجوز له أن يلتقطها وهذه من خصوصيات الحرم هذه من خصوصيات الحرم هناك بعض الأشياء توافه لا يشترط تعرفها مثل ماذا وجد حبة من التمر مرمية في الطريق هل يعرفها لا هذا شيء تافه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها شيء تافه وجد حبة من الطماط أو وجد يعني عود سواك هذه توافه لا يسأل عنها أو قلما بمئة ريال أو بمئتي ريال الناس غالبا لا يسألون عن ذلك قال رحمه الله وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماء الخاتم وفيه لغة نعم في كلمة الخاتم لغات كثيرة فهذا الخاتم حرام على الرجل بالإجماء لا يجوز له أن يتختم بالذهب طيب أيجوز له أن يتختم بالفضة يجوز لا حرج عليه أما بالذهب فيحرم عليه بالإجماع المبني على النص دين الإسلام جاء ونهى عن التختم بالذهب وعلمنا كيف نتختم طيب سؤال سؤال من يقول من يقول قم أيجوز للرجل أن يتختم في إبهامه يضع الخاتم هنا تفع صوتك يجوز طيب يجوز أن يتختم في سبابته انتبه يجوز أن يتختم في سبابته فعر الخاتم هنا يجوز أو ما يجوز وفي هذا يجوز طيب يجوز أن يتختم في الوسطى يجوز طيب ما الفرق لماذا اخترت السبابة وقلت لا يجوز يعني يجوز هذه ما اسمها هذه خنصر بنصر وسطا يعني يجوز في جميع الأصابع الله في الوسطى يعني نحن نشير بها في الصلاة ما يصلحا نشير بها وهي مختمة ما يجوز طيب من يخالفه من يخالفه الآن قال تختم في جميع أصابعك إلا في الوسطى يعني بمعنى أضع خاتما هنا وخاتما هنا وخاتما هنا وخاتما هنا إلا هذا هذا ظلم طيب من يقول هذا عبد الله بن سلطان قم أين عمامتك وأين جبتك ها ما صوتك يقول الخنصر والبنصر للرجال فقط طيب يعني أنت الآن نقصت الغسطة السبابة الإبهام لا يجوز للرجل أن يتختم فيها لا يجوز أبدا سمعت يقول لا يجوز من جاء بالدليل فقوله الصواب ومن لم يأتي بالدليل لا قوله ما الصواب ما هو الدليل أجلس أجلس علي طيب من يأتي بالدليل أبو قصي حديث عن النبي ما هو الحديث حديث علي ابن أبي طالب رواه مسلم انظروا في مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في هذا أي الوسطى والتي تليها والإبهام من باب أولى إذن الرجل يتختم في خنصره وبنصره ونريد غبط الخنصر والبنصر أو خنصر بنصر ابن العزيز ماذا عندك طيب حديث علي رواه الإمام مسلم المرأة هل هي كالرجل المرأة هل هي كالرجل لا تتختم في أي أصبع شاءت هي أهل الزينة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لا حرج عليها قال رحمه الله هو ماه لباس ولا تختم لكن هو يقول مثلا أصب أهلك أصبعي هذا أو هذا الله أعلم أنه ليس بلباس مع أن الأولى هو تركه الأولى هو تركه وهو لا يتختم أنه قد ينساه نعم لكن هنا أدخله يعني لبيسة طيب قال هنا وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ ذَهَبًا وَبَعْضُهُ فِضَّةَ أَيَجُوزُ لِلْرَجُلْ أَنْ يَتَخَتَّمَا بِخَاتَمٍ صُنِعَ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةَ يعني مثلا نصفه ذهب ونصفه فضَّة لا يجوز لا يجوز والقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يعني حلال وحرام فتغلب جانب الحرمة جانب الحرمة تغلب فيقال هو حرام قال رحمه الله حتى قال أصحابنا لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال أو حل لإناثها متى عهدك بهذا الحديث أبو عبد الله نعم في درس الروضة طيب حديث حديث ما تنظر نظرت حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بذهب وحرير فقال هذاني حل لإناث أمتي حرام على ذكورها ما حاله منقطع بين من قم بين من ومن أين تقريبك ما هو موجود آه تفضل إذا أجبت وأظنك ستجيب لكن لا يضر التقريب لك عجل سعيد ابن أبي هند لم يسمع من قال من قال بأدنه لم يسمع من الذي قل لم يسمع أجل تحرك طيب من يعينه هذا جبار البيهقي ومن شوكاني لا ومن علي قال هذا طيب ومن ومن طيب أبو حاتم الرازي انظروا هل أبو حاتم ممن قال بذلك نصف التقريب هكذا في عبد الله طيب ها قر ثلاثة هذا نكتب 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 ربما طبع جديدة مقاربة طيب هذا الحديث عن علي قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها يعني إلى الوسطى والتي تليها السبابة فهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم قال رحمه الله تعالى طيب الآن هناك ساعات مطلية بالذهب إن كانت بالذهب الخالص فيجوز للمرأة أن تلبسها لأنها زينة ولا يجوز للرجل أن يلبس ساعة من الذهب لأن النبي نها ولما جاء أن رجلا لبس خاتما من ذهب فنزأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رماه ثم لما انصرف النبي قيل للرجل خذ خاتمك قال والله لا آخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا عن عبد الله بن عباس ورواه الإمام مسلم في صحيح بقي إذا كان الطلاء أو المموه هو مجرد لون بمعنى ليس له جرم لو عرض على النار لم يذب لو جاء به ما قشر فمجرد فمجرد لهم قالوا لا بأس به لكن الأولى تركه لأنه قد يساء به الضن فإن كان من أهل العلم اقتدى الناس وربما اشتروا ذهبا وقالوا قد فعل الشيخ والعالم الفلاني وإن كان من عامة الناس اتهم قيل يلبس الذهب وعلى كل هو هذا إذا كان مجرد لون يعني مجرد لون موه أو طلي وليس له جرم لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك مع أن الأولى هو الترك هكذا قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله لا الساعة لو كانت مثلا عقاربها عقاربها من الذهب هو هذا إن كان طلا يعني من الداخل أو العقارب لا ما يجوز إذا كان له جرم لا يجوز قليله وكثير لكن إذا طلي ولهذا يقولون الذهب من أعظم مواد أو المواد الخام يعني أوقي كما قال بعض الإخوة ربما لو جرت خيط لجرى بها من هنا إلى إب يعني تنتشر ويعني لونها كثير القلم إذا كان من الذهب يجوز أبو عبد الله لا يجوز طيب لماذا أهو لباس الأصل أن الذهب محرم على الرجل هكذا محرم على الرجل ومحرم على المرأة أن تأكل فيه لكن أن تتحلى لا حرج فيقل لا يجوز طيب أيجوز أخ نبيل أيجوز للمرأة أو للرجل أن يشتري هاتفا محمولا مطليا بالذهب أو مصنوع من الذهب الرجل لا يجوز يعني الذهب للقنية ليس لي الطلا طيب والمرأة يجوز ما هزين أصلا يعني ربما دعاها إلى الفتنة قل اليوم وهي في السوق ترفع يدها بالهاتف وتقول للناس هاتفي من ذهب وربما عرضت نفسها للبلاء بسبب هذا الهاتف يظهر أنه لا يجوز للرجال ولا للنساء لأن هذا كأنه استعمال وليس بزينة وليس بزينة وهذا فيه نوع من الإسراف هذا فيه إسراف والمال جاءت الشريعة بالحفاظ عليه كما جاء في حديث المغيرة إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال قال الله جل وعلا ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فقيام الحياة بالمال فلا يضاع في مثل هذه الأمور طيب إذا سرق عليه إذا سرق عليه مصيبة نزلت على رأسه لكن لو استخدم هاتفا يليق به يعني من هذه الهواتف الحمد لله طيب بقي أيجوز طيل الأبواب لا ما يجوز ما يجوز ولهذا الله جل وعلا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فأهل العلم قالوا لا يجوز طيب مثل هذه المراوح يعني أيجوز أن تطلع بالذهب أو الثرية أو النجف هذه الكبرى أيجوز أن تطلع بالذهب لا لا يجوز لا يجوز تعليق الذهب أين ما يجوز إلا إذا كانت قنية يقتني يعني يعني مثل هذه التي السبائك لا حرج لأن أصلا يقتنى لذاته ويبيع ويشتري وهكذا أما أن تطلع الجدران والثري والأبواب والحجارة فلا فتاوى أهل العلم رحمهم الله أن ذلك حرام ولا يجوز سيارة من ذهب الله عالم هل توجد نعم إذا كان القلم والنظارة والملعقة فكيف بالسيارة من باب أولى وأولى ما يجوز ولا يجوز طليها هذا فعل الجبابرة والكفار كما جاء في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة طيب أي جوز أن يلبس سنه أو أن يصنع سنا من الذهب يقال إذا دعت الضرورة قال الطبيب لا يصلح لك إلا الذهب هذا جائز أما إذا قام غيره بالمقام فلا يجوز لا يجوز ذلك لو جاز له أن يلبس سنا من الذهب ثم مات هل ننزعها أمين ننزعها كيف ما يضره قد مات نخلعها كيف نخلعها ها يا أولي يضر ما يضر مات لكن تقصد إذا كان فيه تشوية ومثله ويتغير منظره فلا هكذا هذا ممكن أما إذا كان بالسهولة كهذه الأطقم التي كانت تصنع فلا حرج ها العمود يعني كسر عظم الميت ككسره حيا فيبقى لكن لو بعد سنوات جاءوا وأخذوه وقد تحل لا حرج جابر نقل أباه بعد كم بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر قال الشيخ الألباني وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إلا لحاجة لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب لأنه اتخذ أنفا يعني قطع أنفه واتخذ من حديد أو نحاس أو أو فأنتنى عليه وتغير فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فالضرورة نعم الضرورات تبيح المحضورات طيب هل يجوز أكله هل يجوز أن يؤكل الذهب نعم قال لأخ حصل لا بس يعني بمعنى يذاب ويشرب ولهذا نعم يقولون يقولون الذي يشكو أو عنده رائح البخر أو البخر الذي في خرج منه الرائح الكريهة لو أنه شرب من ماء نضح الذهب به فإنه يبعد ذلك أو هكذا يضع الذهب في فمه قالوا يخفف من ذلك طيب سمعنا في بعض البلدان طيب سمعنا في بعض البلدان ربما بعض هذه الحلوة ما يسمى بالكيك أو كذا ربما تطلى بالذهب فيقال هذه مثلا هذه القطعة بخمسمائة دولار بألف دولار أو ما أشبه ذلك لا حرج لكن هذا فيه الترف هذا فيه الترف وربما صار الإنسان يقول للناس أنا أكلت الذهب نعم واشتريت كذا وكذا الإنسان يتواضع خير الله هنا فائدة قال الشيخ الألباني وهو من حيث دلالته ليس على عمومه حديث الذهب والحرير حلال لإناث أمة حرام على ذكورها هذا حديث زيد بن أرقم وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قال بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا آوان الذهب كالفضة فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا اتفاقا وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ودعوى أنها منسوخة مما لا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتاب آداب الزفاف الشيخ رحمه الله وهو إمام عالم بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة الذهب المحلق أنه يحرم على النساء قوله مرجوح وكان شيخنا الوادي رحمه الله يقول نعم الشيخ لم يصب في هذه المسألة وهناك رسالة لبعض طلبة الشيخ رد على الشيخ رحمه الله الكلام طويل يعني بوّب الشيخ تحريم خاتم الذهب ونحو على النساء قوله مرجوح طيب هناك رسالة المؤنق في إباحة الذهب المحلق نعم وهناك رد للشيخ الأنصاري نعم عبد الله أهل الأنصاري رد على الشيخ رحمه الله يعني الشيخ لا يرى الذهب المحلق وإنما يعني بعض الذهب يوضع على الرأس أو على الكتف لا بأس به أما ما كان على شكل حلق فالشيخ يرى التحريم وكلامه مرجوح وأهل العلم رد عليه رحمه الله طيب هل يجوز أن تستخدم مفاتيح السيارة من الذهب أو مفاتيح الأبواب هذه والخزنات أيجوز أن تكون من الذهب لا يجوز لا يجوز وبهذا أفتى أهل العلم رحمهم الله تعالى لا أيضا يعني الزينة للنساء وهذا استخدام وفيه طرفه وإسراف وسيسأل عن ذلك هناك كلام لابن كثير جميل في التفسير عند قول الله فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب ابن كثير يقول الرجل لا يحتاج إلى ذهب الذي يحتاج إلى الذهب النساء من أجل أن تكمل زينتها وأن تتحبب إلى زوجها أما رجل عنده خواتم وأقراط وهذه السلاسل على رقبته فهذا الفعل يتنافى مع كمال الرجول والله جل وعلا قد نهان عن الذهب قال رحمه الله تعالى وأما لبس الحرير والاستبرق والديباج والقسي هذا إن شاء الله نقرأه غدا طيب بالنسبة لحديث أبي موسى رضي الله عنه حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمة وأحل لإناثهم قال الشيخ إذا نظرت في السند وجدتهم رجال الصحيح ولكن الحديث منقطع قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في ترجمة سيد ابن أبي هند قال أبو حاتم لم يلقى أبا موسى الأشعاري إذن أبو حاتم الذي قال ذلك أبو أحمد هذه لا لا يجوز استخدام يعني ضيع مال أظنها اللون ذهبي نعم أيه وإذا كان مجرد لون كما سمعنا مثل الساعة فمن أهل العلم من أجاز أما سماحة الإمام عبد العزيز بن باز فيحرم حتى الذي ليس له جرم مجرد اللون يحرمه شيخ من أثيمين وغيره من أهل العلم وخلاف بين المذاهب لكن هو هذا ليس له يعني جرم السن الذهب للمرأة لا حرج هذا من الزينة فهي تتزين نعم بذلك والذهب حلال للنساء نعم حلال للنساء الجنبية لا يجوز أن تحلى طيفته الشيخ في إجابة السائل حول الذهب الجنابي لا يجوز لأنه لباس وقد نص على هذا الإمام الشوكاني في بعض رسائله فأنت تقول إلبس هكذا تزر إلبس فهو لباس فالأدلة التي وردت الأدلة التي وردت تدل على التحريب طيب هنا في تفسير ابن كثير قال قوله سبحانه فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب يعني قبل ذلك قال وبتقديري أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالتك كما قال حسن المصر وإنما سأل زوال ما حصل معه الإبلاغ والإفهام فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب لا يعاب بها ولا يذم عليها وفرعاو وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبيا هكذا قوله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي وساق إذن الذي يظهر الكلام في البداية والنهاية حين التبس علينا كلامه رحمه الله أو لا الكلام على فرعون نعم الكلام على فرعون مهم هكذا مهي هل مهي مهي شكرا